طبعاً تابعنا انطلاقة مشوار منتخب مصر في بطولة الفيفا كاس العرب والحقيقة يمكن خلينا أقول إنه الناس مش هقول إنه عرض مخاب للأمال يعني ولكن الناس مش راضية الحقيقة ومش مبسوطة وبتسأل لو مش قدام لبنان طب هيكون قدام مين طبعاً فوز منتخب مصر على منتخب لبنان أول أمن له أول تلات نقط في مشوار البطولة لو أنت من مدرسة أنا جاية طبطب ودلع هتقول إنه الراجل سفي كبيرة جداً ومدرب عالمي ودرب منشستر يوناتد ودرب ريال مادريد واخدش فرصته كاملة ولسه بيلعب اللعب أربع مطشات ودل خامس وأول مطش في البطولة واللي هايبي بتلعب على قد المباراة دي سكة ولو أنت من مدرسة واحد زائد واحد سوى اتنين هتقول وتسأل بمنطقة صراحة لو المنتخب المصري ما أظهرش شخصيته وما أظهرش قوته وما أظهرش شرسته وقدرته على فرض إقاعه على المباراة قدام منتخب لبنان طب هيعملها قدام مين سؤال الحقيقة بيطرح نفسه طبعاً يعني فيه اعتبارات كتيرة وجوه بتظهر لأول مرة مع المنتخب ماشي غياب الانسجام إلى حد ما ماشي بنلعب على قد المطش برضو ماشي لكن مش بالصورة دي مطلقاً على كل أحوال طبعاً هنتكلم على تقديد وده أسهل مطش يعني محدش توقع أن فيه مشوارنا في البطولة دي ممكن نواجه مع كامل التأدير والاحترام طبعاً للمنتخب اللبناني اللي بشوفه لعب مباراة كبيرة جداً النهاردة قدام المنتخب المصري وفي بعض الأوقات الحقيقة أحرجنا بشكل كبير جداً وظهر بشكل أشادت بالناس يهميني نسمع برضو رأي حضراتكم في أداء المنتخب النهاردة في مباراة الأولى إزاي بتقيم أداء منتخب مصر الوطني أمام لبنان سؤالنا موجودة على صفحات الأهلي على سوشال ميديا على قناة الأهلي على سوشال ميديا تويتر وفيسبوك وإنستجرام مهم جداً نسمع صوتكم عشان نوصله اشتركوا في القناة